تكشف عن الصعوبات الكبيرة للعائلات النازحة التي هربت من حصار التنظيم ذكرة بمصير ألاف العائلات الأخرى وخاصة في القرى الممتدة على طريق المنهزلة أتل الأغى والتفاصيل بعد استقبالها لأكثر من نصف مليون نازح توزعوا بكل أنحاء كاركوك بالهياكل والخيم حتى في قرى تفتقر لأبسط الخدمات كالماء والكهرباء ها هي كاركوك تستعد لاستقبال موجة نزوح جديدة والله أنا ملحة وجاء وتهجرت من بدايتها يجيت لي جاي هناك الوضع موزيا وتعرف واحد يعني ما نقدر نظل هناك يعني طالب نجول الدواعش ما نقدر نظل هناك خلاص والله عبرنا من مكتب خالد عبرنا البيش مرقى قالوا عبروا والناس ما قالوا أي شيء وعبرنا هنا وسكننا هنا جديدة هي غرها هنا لقناها خرابة ما مسكونا قبل نظفناها وقعدنا بيها البيوت مفتحة تارت للقاع وقعدنا واستشنين بس من نظام ذاك الآن ما شفنا هناك جينا ليتعلم وكل شي ما شفنا لا شفنا بشرط دقبابنا لا مدرسة الجهارنا لا حرام يا قيد نازحون تجردوا من كل أملاكهم بل وفقدوا فلذات أكبادهم أيضا في طرق وعرة يسلكونها للهروب من بطش الإرهاب جينا نهزمنا من نجوع العطش نهزمنا نحن وجهاننا وعواينا وطق علينا لغنبة الجبل وشتة لزلمتي وشتة لبني وتبهدنا نهارا نحن متهين من نصف الجبل وواحد من والدي شلت ومطعون ومات على نصف الطريق وواحد بي صابه برأسه وصلت وبدأ لي روح وجونا أهل الرحم وبدأ لقفة الجبل وخذونا ونقذونا والله إجابتنا هذه الظروف التي صارت ظروف داعش وهذه اللي إجابتنا لهنا نتيجة العمالة الحربية والله بحدود 20 نفار أكثر من 20 نفار ساكنين بلاياكل ساكنين بلاياكل هم خلف الله عليهم زكية عواد مطار نازحة من بين عشرات النازحين لقرية جديدة المنسية التي يقتنها النازحون يعانون نقصا حدا بالغذاء والماء للشرقية نيوزة تلالأغا كاركوك مشيابتنا شكرا شكرا